موسيقى لجريد الاسبوع صباح الخير صباح النور يوم ممكن نقول حزين على الشعب المصري كله لأن احنا صحيين على 24 شهيد لو قلنا جاز نقول على كل المصريين أن كل من ماتوا فهم شهداء وأكتر من 200 قتيل في أحداث يمكن هي الأعلى منذ عدة أشهر تعالى ناخد الأخبار بالترتيب وأعتقد هي الأخبار من نفسها جايب كل حجل عنوين من شتتنا الأهرام الصفحة الأولى عنف ودماء في مظاهرات الأقباط بعد البداية السلمية ووزارة الصحة تقول وفاة 19 جنديا ومتظاهرا وإصابة 183 في ماسبيرو لكنها الأرقام دلوقتي 24 وإصابة 213 الأخبار الصفحة الأولى ساحة قتال مجنون أمام ماسبيرو الشرطة العسكرية تتدخل لفضل المظاهرات وسقوط 23 قتلا و183 مصابا من المدنيين والعسكريين والشروق الصفحة الأولى فرض حضر التجول على وسط القاهرة وهيلاري كلينتون تعرض على المجلس العسكري إرسال قوات لحماية دور العبادة والمناطق الحيوية بمصر وتحته عشر خطوط الخبر الأهرام الصفحة الأولى المشير تنطوي قرر وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وده خبر إيجابي المصري اليوم الصفحة الأولى الجماعة الإسلامية تنضم إلى التحالف الديمقراطي وتترشح على 7% من مقاعد مجلس الشعب والمصري اليوم الصفحة الثالثة المصريون في الخارج تظاهرون للمطالبة بالتصويت في الانتخابات والأخبار الصفحة الأولى فتح باب الترشيح لمجلسي الشعب والشورى بعد غد أما آخر خبر من الأخبار الصفحة الثالثة 500 مليون دولار من حقاطرية لدعم الموازنة العامة أعتقد أخبار دسمة جدا ويوم نقول حزين وبرضو نقول التعازي لأسر شهداء الشعب المصري للمطالبة الصفحة الأولى عنف ودماء في مضاهرات الأقباط بعد البداية السلمية ووزارة الصحة بتقول وفاة 19 جندي ومتظاهر وإصابة 183 في مسبير وإحنا قلنا الأرقام الصحيحة 24 جندي ومتظاهر وإصابة 213 أولا ليلة الأمس ما كانتشي ليلة عادية على مصر كلها على كل مصري مسلم أو مسيحي هذه ليلة سوداء وليلة كئيبة ما شهدناه وما تبعناه بالأمس أحزن كل مصري وأوجع قلوبنا جميعا لأنه كنا نرى بعد ثورة 25 يناير أن الصورة قد تبدلت وأن الأجواء قد تغيرت وأن مصر تسير على الطريق الصحيح لإصلاح كل الأوضاع والترسبات التي سمرت 30 سنة لكن ما حدث بالأمس رغم أنه بالنهار كان فيه خبر إيجابي وهو قرار المشير محمد السنطنطوي بوقف إحارة المدالين لمحاكمات العسكرية إلا أن ما جرى في فترة المساء كان محزن عند الغاية هنا خلينا نتوقف عند عدد من الملاحظات والنقاط على ضوء ما نشرته الصحف اليوم وخلينا نقول برضو أنه الخبر التاني منشط من الأخبار يعني الأهرام والأخبار منشط من الأخبار الصفحة الأولى ساحة قتال مجدون أمام سبير والشرطة العسكرية هتدخل بضل المنظارات ونفس هي ساحة قتال حقيقية لكن ما الذي وصلنا إلى هذه النقطة الفارقة في التاريخ المصري وفي فترة الثورة المصرية الأزمة التي اندلعت بعد أحداث إتفو في الماريناب في الماريناب كانت هي الركيزة اللي انطلقت منها الشرارة التي أدت إلى كل ما نحن فيه الآن أو إلى كل ما حدث أو إلى كل ما حدث الحدث بقاله أكتر من أسبوع بقاله فترة من الوقت إحنا كان أمالنا أن الحكومة التي نصبتها الثورة تتعامل بإيابية وفعالية مع مثل هذه النتوء الملتهبة في أحشاء المجتمع المصري وتفعل قانون بمعنى أنه عندي أزمة كيف أتعامل معها هل أترك الأزمة تتمادى إلى أن تصل إلى هذه الدرجة أم أتصرف وأتدخل بشكل سريع وعاجل من خلال ما لدي من آليات وإمكانات وأدوات لتحجيم الظاهرة ولملأت فاقمها خاصة وأنه سبق ما حدث في مسبيرو عدة أمور من بينها أن الكثيرين من شباب الأقباط خرجوا وقطعوا شارع رامسيس منذ عدة أيام ثم ثم أيضا ذهبوا إلى مسبيرو وتم فضهم بالقوة إذن كانت هناك جملة من التطورات تنذر بأن هناك شيء ما قد يحدث في المستقبل سيد محمود خيل أنه التلفزيون المصري مبارح الأبواب كانت مقفلة من الصبح كان فيه ترقب لحدوث شيء وكان معروف أنه فيه دعوات من يومين فاتوا هو السؤال إحنا ليه دايما بنتعامل مع العرض وليس المرض دلوقتي المطالب اللي مطلوبها من فترة مشروعة جدا قانون دور العبادة عشان ما حدش يدخل بيده ولا يدي نفسه الحق أنه يتكلم باسم الدين أو يتكلم باسم غيره وفيه قانون يحكم ما بين الناس وفيه قانون لما نعي التمييز الكلام تقال بدل المرة خمسين مرة المشكلة فين أنا عايز ليه ما تيش حاجة بتتغير أستكمل بس أستكمل لأنه ده بتبني عليه التعاون مع الظاهرة الحكومة كان قدامها أنها تتصرف لحل هذه المشكلة خلال أيام الماضية بطريقة أو بأخرى من خلال عملية الاحتواء حتى لو كانت الأجواء غير مناسبة الآن لإقرار قانون دور العبادة ولا حديث عن مجلس الشعب الجديد لازم يقرر القانون وغيره دي مسائل قانونية احنا ما نفهمش فيها طب لماذا لم يقال محافظ أسوار يفهم فيها القانونين لكن أنا بتكلم بتكلم أن الحكومة المصرية كانت مطالبة خلال أيام الماضية أنها تستخدم ما لديها من آليات وإمكانات لحل هذه المشكلة بأي طريقة لاحتواءها هذا أمر لم تفعل وبالتالي وجدنا أنفسنا اللحظة أمام لهيب النار المشتعل في تلبيب المجتمع كله أنا بقولش ده حدث عند مسبيره اللي حصل مبارح كاده يحدث في قنة وحدث في الاسكندرية وحدث في أكثر من مكان إذن إحنا أمام خطر كبير جدا الجزء الثاني من فترة من الوقت أطلق شيخ الأزر مبادرة بيت العائلة وبيت العائلة المقصود بي حل المشكلات بين أطراف الأمة أو طرفي الأمة على أرضية الوحدة الوطنية خلال فترة الفترة لم نسمع من بيت العائلة إلا كلام وحوارات نظرية أين هو الموقف العملي إذا كان بيت العائلة لا يتحرك لمواجهة أزمة طارئة هددت بإشعال الأوضاع إذن متى يتحرك هذا أمر آخر لازم نأخذ بعيد الاعتبار بمعنى أن مؤسستنا الدينية ومؤسستنا الرسمية الحكومية تقاعست عن أداء دورها المنوط بيها لمواجهة هذا الخضر اللي كلنا حاسين بيه وكلنا شفناه وكلنا الحصول وطباط ودلوقتي منخلنا في مصيبة وبعدين هو السؤال المطلوب من مين حل دلوقتي هو يدي النقطة يعايزين نوصلها يعني هما السؤال لماذا لا يتم إصدار مرسوم بقانون دور العبادة لماذا لا يتم إصدار مرسوم بقانون منع التمييز ليه أنا بقول إذا الحكومة حتى الآن قد لا تسمح الأوضاع التشريعية بيزار هذي القوانين دلوقتي لأن دي حاجات مطلوب أن يكون حواليها توافق مجتمعي وإحنا على وشك بداية انتخابات لكن عندها أدوات وممكانيات كانت تمنع ده بوسائل كتيرة اللي هي تثابت الأمور تتفاقم لهذا الحد ونوصل لما وصلنا إليه نوصل لما وصلنا إليه بالأمس الشيء الآخر الخطير أيضا الشيء الخطير أيضا أنه اللي حصل قدام سبيرهم برح ما كانش حاجة باطن ويمكن اللي قاله الدكتور عصام شرف بالليل في بيانه بالأمس أنه هذه ليست فتنة طائفية لا توجد في مصر فتنة طائفية طب ما يعلنوا مين العيد الخفية ولكن قال بشكل واضح هذا مخطط لإسقاط الدولة المصرية وأنا أؤكد وأؤيد على كلام الدكتور عصام شرف لأنه اللي حصل مبارح ما كانش طبيعي يعني شباب الأقباط بيتظاهروا كل مرة لم يحملوا معهم لا قنابل ملطوف ولا أسلحة نارية مين اللي ندس مبارح في المظاهرات وجاي مجاهز بقنابل ملطوف وبأسلحة نارية مين سؤال أنا لو في حد متربص لي وقاعد مستنيني أنه يحصل حاجات زي كده زي ما خبرنا التالت بيقول ناخد بقى تالت خبر عشان نعرف مين المتربص بينا تالت خبر بيقول فرض حضر التجول على وسط القاهرة وكلينتون تعرض على المجلس العسكري رسال قوات لحماية دور العبادة والمناطق الحيوية بمصر لو أنا عارف بقى أنه هم متربصين بينا أديهم الفرصة ولا حل المشكلة من جزرها ولا أود أتعامل مع العرض احنا أنا سجلت تحفوظي أولا على الدور الرسمي وأيضا دور المؤسسات الدينية في التعامل مع مثلها زي الأداز طب دي رأيك بقى فعرض السيدة هيلاري حقول لك أنا حقول لك لكن أنا بخلص للنتيجة حدثت بالأمس فعلا احنا ما تعودناش من شباب الأغباط يمسكوا القناة بالمرتوف إذن فيه وسطهم ناس جات واندست واستهدفت عمل الوقيعة دي لأن فيه أجندة سياسية كلنا عارفينها تستهدف هذه البلد واللي لعبوا اللعبة دي واللي لعبوا اللعبة دي هدفهم اللي حصل مبارح اللي حصل مبارح جزء من رأس النار النار النهاردة ما أطلوب أن تشتعل فيه كل مكان في مصر ده جزء اللي قالته هيلاري كلينتون مبارح يكشف جزء من المؤامرة يعني أنا جايب حرفيا النص اللي قالته هيلاري كلينتون وهذا كلام فيه قمة الخطورة نحذر خلي بالك من لفظة نحذر تستخدمها دولة مع دولة نحذر المجلس العسكري من تفاقم الأوضاع والضغط على الأقليات المسيحية ده دي أول فقرة وهي فقرة خطيرة جدا تحمل فيه مغزاها أولا أنا تصورت أنه ده مش تصريح لوزيرة الخارجية كلمة نحذر دي يقولها وزير الدفاع لدولة في حالة حربة مع دولة أخرى لكن أن نحذر المجلس العسكري من تفاقم الأوضاع والضغط على الأقليات المسيحية كأن المجلس العسكري تبنى موقف وأخذ موقف ده العساكر يعني معهمش زخيرة في السلاح بتاحهم ممنوع عليهم يحملوا الزخيرة لأن هناك قرار من مجلس على قوات المسلحة بعدم اتضاقل الصصة وحدة في موقفة المصليين أي كان حجم التجاوزات معهمش ممنوع عنهم الزخيرة ممنوع العساكر والضباط لا يحملوا ذخيرة إطلاقا سلاحهم فاضي وده قرار من قوات المسلحة لأنه لو كان فيه ألف ضابط عاقل قد يكون هناك ضابط غير متزل نتيجة الاستفزاز اللي بيحصل فممكن لإطنق الرصاص هذا لا يحدث إطلاقا الأمر بآخر بقى نعرض على المجلس العسكري الحماية والمساعدة بقوات أمريكية لحماية المناطق الحيوية ودور العبادة يعني تدخل مباشر عسكري في بلدنا وكأني رسالة رسالة واضحة رسالة واضحة للعالم أن مصر لم يقف فيها أمن تخذ بالك يعني الدولة المصري دي وقعت رسالة واضحة أن قوتنا تتدخل تدخل مباشر وصارخ لحماية دور العبادة أمر آخر هذا خرق لكل القواعد والقوانين والعراف الدولية ما فيش دولة بتخاطب دولة بهذا الشكل لكن إيه اللي وصل أمريكا إنها تتجرع علينا وتتعامل معنا بطريقة ليه تحذير واضح وصريح هذه كلمة إذا لم يكن هناك رد فعل في مجلس العقوات المسلحة ضدها بإصدار بيان شديد اللهجة يدين هذه البربرية الأمريكية والوقاحة اللي أطلقتها هيلاري كلينتون يبقى بكرة حناخد فوق دماغنا يعني لازم يكون في موقف واضح إحنا طول عمرنا إخوة مسلمين وأقباطا نختلف ولكن إحنا إخوة في محيط وطني واحد لا يمكن أن يفرق ده أحد ولا يمكن أن يتدخل من الخارج من يوسع من المساحة المقصود ما إحنا معروفون المقصود مقصود توسيع الهوى بين المسلمين والأقباط وبالتالي اللعب على وطن الفتنة وبالتالي إيجاد الفرصة والمبرر الكافي للتدخل زي مبارح مبارح كان بعض للشباب للأسف أنا يوسفني أنا أقول أن بعض الشباب مبارح بيطلبوا التحقيق دول اللي فيما حدث تحقيق دول محدش وافع الكلام دي أنا دلاتي بس برضو النقطة الكيرا عايز بس أوف عندها في الحكاية دي لماذا لا ننزع فتيل القنبلة اللي قدامنا عندنا قنبلة ليه ما نشدش الفتيبير بتاعها ونصدر القوانين ونحل المشكلة بدأ ما نقعد نفرج علينا الناس وتيجي واحدة زي ست هلالي كلينتون تقول لنا والنبي نيجي نحميكم هو السؤال ليه ما نحلش المشكلة إلى المجلس المجلس العسكري أرجوكم حلوا المشكلة الحلول المطروحة كثيرة